اليوم العاشر للغزو الروسي ومزيد من الدمار في أوكرانيا ومزيد من الضرب للاقتصاد الروسي بشكل أصبح موجع جداً للمواطنين الروس وحركة عالمية غير مسبوقة لشراء بعض المواد التي يبدو أن أسعارها ترتفع وترتفع بشكل لا يتوقف ليس فقط أسعار الطاقة ولكن خاصة أسعار القمح أيضاً وأسعار الشعير وأسعار المواد التي تنتجها روسيا وأوكرانيا بشكل رئيسي كل البلدين ينتجون ما يساوي تقريباً ثلث القمح العالمي إضافة إلى أن أوكرانيا تعتبر أيضاً سلة غذائية للخضر والفواكه وهي واحد من أكبر المصدرين لأوروبا لكن الدمار هائل في أوكرانيا أيضاً فقد قتل المئات من المدنيين حسب المصادر متعددة كما قتل الألاف من المقاتلين الأوكران والروس طبعاً الأخبار متضاربة لن تجد رقماً دقيقاً فكل واحد يمد الأرقام بطريقته ولكن الأكيد أن الموت يملأ أرض أوكرانيا والهجوم الروسي ما زال لم يحتل أوكرانيا كانوا يعتقدون أنهم سيحتلون كيف عاصمة أوكرانيا في ظرف 48 ساعة حتى الأمريكان كانوا يبشرون بذلك ويخافون من ذلك لكن هذا لم يتحقق صحيح أن روسيا سيطرت على عدد من المدن ولكن العاصمة ما زالت لم تسقط في أيدي الروس العاصمة كيف هي تعتبر تقريباً عاصمة مقدسة ومدينة مقدسة للأرثوذوكس مسيحيين الأرثوذوكس وهم يشكلون الأغلبية في كل البلدين في روسيا وفي أوكرانيا أيضاً والحقيقة أن الشعب الأوكراني والشعب الروسي هم شعبين شقيقين بكل المعطيات والأبعد تستطيع أن نقول أن الشعب الأوكراني للشعب الروسي عموماً هو مثل الشعب المغربي والجزائري والتونسي الأوضاع تهديدات اليوم كان فيه تهديد غير مباشر من بوتين على قضية فرض الحضر الجوي الذي الغرب عموماً يقول من أنه لا يستطيع تنفيذه حضر جوي ولو جزئي على سماء أوكرانيا يعني ذلك بالنسبة للبوتين أنه اشتبات مباشر مع القوى الغربية وهدد بأن ذلك يعني حرباً مفتوحة مع القوى الغربية في الجزائر ذكرت الأخبار من أن مجموعة من الجزائريين وصلوا اليوم إلى البلاد أن مجموعة من مشكلة من 24 إلى 74 جزائري وصلوا إلى الجزائر 76 وصلوا إلى الجزائر قادمين من بوخارست عاصمة المجر وقادمين إذن من بوخارست وقالوا من أن هذه العملية تمت لجمع الجزائريين الذين قيل لهم أن يذهبوا إلى بولندا ورومانيا وهنغاريا رمطال العمامرة كان في استقبال الذين جاءوا خلونا نشوفوا إذا قدرنا نسمعوا جزء لأن كانت فوضى عارمة في هذا الموضوع خلنا نسمعوا إذا استطعنا أن نسمع قليلاً مما يقال شكراً لكم فوضى عارمة لا تسمع شيء وهذه من طبع حقيقة أن في الجزائر اليوم تقريبا كل شيء فوضوي وفوضع المهم من بين ما قيل أو ما كتب في هذا الموضوع من أن 76 وصلوا إلى الجزائر قادمين من بخارست وأنهم كانوا طلبوا منهم أن وزارة الخارجية كانت طلبت من الجزائريين التوجه لهذه البلدان أنتم تعرفون أن في بداية الحرب عندما اندلعت الحرب أو كانت على أبواب أن تندلع خرجت ما يسمى بوزارة الخارجية الجزائرية تطلب الجزائريين بأن يبقوا في أوكرانيا وأن هناك تطورات في أوكرانيا لكن حتى الحرب ما زال يسموها تطورات يعني العالم أجمع يشوف في حرب وحرب شارسة وحرب قاتلة وهم يسموها التطورات في أوكرانيا خوفا من أن يسموها حرب الروس على أوكرانيا أو على الأقل يسموها الحرب الروسية الأوكرانية وهذا تسمية يعني تسمية العصابة خايفة من أسيادها في الغرب ومن أسيادها في موسكو فكان ممكن تسميتها بالحرب الروسية الأوكرانية إذا لم تريد أن تأخذ موقف إذا أردتم أن تقولوا دقة ما يحدث سمى الحرب الروسية على أوكرانيا والواقع أكثر من ذلك هو عدوان روسي على أوكرانيا بغض النظر على المسبباته ودواعيه وخلفياته ومن أن الغرب دفع لذلك أو شجع الأوكران على ذلك هذا كل كلام آخر لكن أقل شي سموها الحرب الروسية الأوكرانية أقل شي ما اسمهاش تطورات مش تطورات هذه لكن الرداءة كالعادة ما زالت مستمرة بعدما اندلعت الحرب قالوا الجزائين انكوا عدوا في بيوتكم يعني وكأن الأمور فقط راح تكون وهذا دليل أنهم مش فاهمين من أننا تخلنا في حرب وأن الروس إذا دخلوا إلى أوكرانيا فإن العالم الغربي سينطفض وأن القضية ليست سهلة هذا ليس قتل السوريين كما فعل بوتين أو قتل للشيشانيين أو قتل لليمنيين كما يفعل السعودي ابن سعود والإماراتي أو قتل للعراقيين كما فعل بوش الأب ثم بوش الأبن ثم استمرت مع أوباما واستمرت مع ترامب واستمرت مع بايدن وما زالت مستمرة أو قتل للأفغان لا لا هذا هي حرب أوروبية هذه حرب البيض هذه حرب المسيحيين هؤلاء هم أسياد العالم وهذه الحرب إذن مش لعبة صحيح لأن عندهم هم في هذه الحرب عندما يقتل مئة أوكراني قد يساوي آلاف قتلوا في حرب أخرى هذه حقيقة حتى كثير من العلقين الغربيين قالوا هؤلاء يشبهوننا وهذا مهم ومهم جدا صحيح يبرز عنصرية شديدة ولكنه مهم جدا المهم العصابة عندنا كانت طلبة من الجزائرين يبقوا وانتما تابعتم أن فيه شاب رحمه الله قد قتل وكان أنهى دراسة الطيران أو لايرونوتيك في أوكرانيا وكان على أبواب أن فقط يذهب بالديبلوم ويعود إلى مقر إقامته حيث والده مدرس في الإمارات أن يعود إلى الإمارات حيث يقيم والده وذكرت الأخبار قبل ثلاثة أيام من أنه قتل برصاص لم توضح رصاص أي جهة لكن الاعتقاد أنه رصاص روسي لأنه كان هناك هجوم على المدينة التي كان فيها موجودة بغض النظر هذا يصعب تحديده وتأكيده ولكن قتل هذا الجزائري وهؤلاء في الحقيقة الجزائريين في أوكرانيا هم تقديراتنا تقديرات مش دقيقة لكن قد يكونون ما بين 2000 و 4000 جزائري في أوكرانيا منهم عدة مئات طلبة طلبة وفي كثير من الحالات ذهبوا بديبورس وبطريقة أخرى إلى آخره وهناك مئات حرقين عدة مئات أيضا نستطيع أن نقول أن ربما الطلبة في حدود الألف وأن الحرقة على الأقل في حدود الألف وأن هناك ألف ربما تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً هم الجزائريين اللي تزوجوا أوكرانيات في الغالب هؤلاء كانوا عسكر أو طلبة أو بقوا هناك وأسسوا أسرهم هناك وبنوا أسرهم هناك بعضهم كان عاد للجزائر ولكن عندما ساءت الأحوال في التسعينات أو حتى فيما بعد أو حتى في السنوات الأخيرة عودوا ورجعوا إلى أوكرانيا إذن نحن نتحدث إجمالاً على حدود ثلثة لاف ربما أربع لاف أو بينهما هذا العدد طبعاً النظام ما عندهش رقم لا يعرف لا يعرف كم عدد الجزائريين موجودين في أوكرانيا ولم طلع مأمراق قال من أننا جبنا بهذا أن السفرات الجزائرية والقنصوليات في المنطقة تشتغل وأن لكل من يريد العودة للبلاد ولكنه أضاف من أن الحقيقة أن هناك عدد من الجزائريين لا يريدون العودة للبلاد وأنهم فضلوا البقاء في بولندا أو في المجر أو في رومانيا والسؤال لماذا لا يريدون البقاء هو أجاب قال ربما عندهم مصالح خاصة أو ربما ينتظرون تها الحرب ويعودون إلى أوكرانيا ما قال لهم شيء آخر وهو أنهم عندما يعودون للجزائر هي ليست بعيدة عما يجري في أوكرانيا أوكرانيا في حرب واضحة وفي الجزائر كان حرب صامتة لأن عندما ترى المدن الجزائرية ترى الأحياء الجزائرية ترى الوضع الجزائري إجمالا وكاننا خارجين من الحرب أو كاننا في حرب أو كاننا على الأقل تحت حصار فأكيد هؤلاء كثير من هؤلاء الجزائريين يعرفون أن الجزائريين يشترون الحرقة بألاف اليوروات والدولارات ويقطعون البحر وأحيانا يموتون فيه وهم يفضلون أن يبقوا في أولندا أو رومانيا أو ربما حتى في أوكرانيا شاهدت فيلم يشارك فيه جزائري في القتال مع الأوكران لا ندري هل كان من المقيمين هناك أم أنه جاء من مكان آخر لكن كان واضحا فيه جزائري والحقيقة لا يوجد فقط جزائري فيه من كل الجنسيات العربية والمسلمة وغير المسلمة والقتال عموما فشل آخر كالعادة لكن على الأقل جابوا 76 واحد خير من اللي ما جابوا حتى واحد قلت أنا طبعا بخارس عاصمة رومانيا اللي قلت الماجر خطأا يعني وبالمناسبة حتى لا أنسى أريد أن أصحح موضوعين المرة قبل اللايب قبل ثلاثة أيام أو أربع أيام قلت أن بوتين من موالد 54 له وفي حقيقة من موالد 52 عمره الآن تقريبا 70 سنة وقلت أيضا في موضوع نصف رأيك عند أخيك أنا مش عارف إذا نسبته كحديث أو نسبته كحكمة لكن هو في الحقيقة حكمة أو مقولة لعالم شهير معروف يسمى زمخشري وهذا زمخشري هو من بلدي يسمى اليوم تركمانستان وطبعا كان أنا ذاك في زمن الخلافة العباسية كانت الخلافة العباسية ممتدة إلى أطراف الصين وأطراف الروس فهذا من تركمانستان اللي كانت في فترة معينة جزء الاتحاد السوفيتي زمخشري عاش قبل حوالي ألف سنة وعرف خاصة بكتاب شهير عرف بكتاب التفسير الكشاف فعذرا فقط إذا كنت لم أدقق في موضوع المقولة اللي هي نصف رأيك عند أخيك عندما تحدثت على موضوع التشاور ودائما الحوارات والنقاشات في طار جماعي في طار عمل جماعي عمل جماعي أساسي الإنسان إذا كان بمفرده دائما ما يخطئ أو على الأقل لا يجد من يقوله انتبه هنا رأيك تتجه في اتجاه خاطئ أو أنك تتجهين في اتجاه خاطئ عمل جماعي يضمن التعاون ويضمن تبادل الأراء ويضمن تشاور ويضمن ما يسميه الغرب الديمقراطية لذلك نجحوا هم في هذه المجالات نجحوا بقوة لأن تقريبا كل أعمالهم هي تتم بالتشاور وبعمل التيم الفريق بالعمل الجماعي بينما نحن كثيرا ما نتجه إلى الفرديات والفرديات حتى ولو كانت عملاقة ينتهي بها الأمر في كثير من الأحيان إلى أنها تدخل في الحيط أو تنحريف أو لأسباب متعددة خاصة إذا دخلت فعلها المانيبيلاسيا ودخلت عليها أجهزة معينة أو جهات معينة ولذلك تشاوروا عباد الله تعاونوا عمل جماعي عمل منظم مهم جدا العمل منظم مهم جدا العصابة هذه تخاف وترتعد وترتعب ومن كل عمل منظم دعوني نقول لكم هذه مدام جبت هذا الموضوع على السريع ما بين 95 و 2005 كنت فردي كنت عارض وحدي دبلوماسي سابق ونعارض وحدي ونقول وش في رأسي عندي بعض مرة واحد تتكلم معه هنا هناك لكن مش ملزم كنت أزعج النظام بشدة لكن عندما عرفوا بأننا بدأنا في تأسيس حركة رشاد في 2005 وأعلننا عليها في 2007 لم أعد أزعج النظام أصبح بالنسبة لي يا إما أسكت وإما جاءت التهديدات بالاغتيال وبالاختطاف بأشياء كثيرة جدا أصبح بالنسبة لي هم مروع لأنهم فهموا أن عقلي مع عقول أخرى ستكون ليس كما عقل كل واحد وحده وأن النظام الجزائري في خلال طول 60 سنة اللي حكم فيها هذه العصابات اللي حكمت فيها خاصة منذ 92 أكره ما يكرهون هما العمل المنظم أكره ما يكرهون هما المجموعات المنظمة أكره ما يكرهون ويخافون هو المجموعات المنظمة والعمل المنظم والمتشاور والذي تتداخل فيه الآراء والأفكار وتخرج دائما بما يسمى بالكونسونسيس وهم يشجعون إذا اختاروا ما بين أن تعارضهم وأنت فردا أو أنت مجموعة فيشجعون الفرد لأنهم يعرفون أن الفرد مهما كان عقله ومهما كان ذكاء ومهما كان ثقافته ومهما كان فهمه لا يستطيع أن يحيط بكل شيء ولذلك أول الزمخشر نصف رأيك عند أخيك مهم ومهم جدا بل أن المسلمين زكاهم رب السماوات والأرض قبل 14 قرن عندما قال وأمرهم شورى بينهم وهو ما تعمل به الديمقراطيات الحديثة وهو التشاور الحقيقي والتعاون الحقيقي والعمل الجماعي بكل ما تعنيه الكلمة أغلق القوس هنا إذن أنا لا أنصح الجزائريين اللي متواجدين في أوكرانيا أن يعودوا إلى الجزائر في هذه الظروف التي تحكم فيها العصابات والتي الأوضاع تسوء وتزداد سوء كل يوم مدام أوروبا تفتح اليوم للأوكرانيين وهم الآن اضطروا بعد ضغوطات وبعد انتقادات أن يفتحوها أيضاً لغير الأوكرانيين للأجانب اللي كانوا في أوكرانيا فنصيحتي أن تكملوا دراستكم خاصة بالنسبة للطلبة أن يكملوا دراستهم في بلدان أوروبية مجاورة وكلما اتجهوا غرباً كلما كان أفضل لهم من حيث طبعاً القوى الغربية هي الأكثر تطوراً في العلم وفي التدريس وفي الأعمال وفي التنظيم وفي أشياء كثيرة لدينا انتقادات كبيرة للقوى الغربية خاصة نظرتها الإمبريالية والاستعلائية والاستعمارية للآخرين ونحن بين هؤلاء الآخرين يعني بلداننا وشعوبنا ولكن من الإنصاف أن نقول أن أقوى التنظيمات أقوى النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية القائمة اليوم هي غربية هذه حقائق من أفضل جامعات العالم تجد لما تروح تجد الجامعات الأمريكية ثم يجي شوية بريطانيين هنا وحدة يابانية هنا وحدة ألمانية هنا وحدة فرنسية إلى آخرين هذه حقائق ونحن إذ نقول هذه الحقائق لا ننسى لأن بعض إخواننا يخلطوا ما بين حقائق ووقائع وما بين الموقف من الاستعمار نحن ندين الاستعمار في كل حين وندين الإمبريالية اللي هي أصلاً إمبريالية غربية الصوفيات الروس استعملوها لما أسوا الاتحاد الصوفياتي فكانت إمبريالية سيطرة بمقتضاها على 15 دولة 14 دولة وأضافوا حوالي 15 دولة أيضاً فيما كان يعرف كله بحلف وارسو ولكن الأصل في الإمبرياليات والاستعمار هو غربي بدأ أساساً مع البرتغال وإسبانيا خاصة إسبانيا ثم مع بريطانيا وفرنسا ثم الآن مع الولايات المتحدة ومن بقيت دول أخرى غربية أيضاً لديها امتدادات إمبريالية مثلاً نعطيكم مثال تعتبر فرنسا أنها عندها ثاني أكبر شط في العالم أكبر شواطع من حيث المساحة هي لفرنسا في حين لما تنظر فرنسا تجد أنها عندها شوية منها المانش وعندها من تحت البحر المتوسط وأنه في أفضل حالات قد تكون ألفين كيلومتر هذه المساح فكيف تصبح عندها عشرات الألاف من الكيلومترات من الشواطع المحاذية للمحيطات أو للبحار لأنها تحتل عدد من الجزر في المحيط الهادي والهندي وهذا خلها من أنها تصبح ثاني أكبر بلد في العالم عنده شواطع ما زالت فرنسا أيضا لها امتدادات استعمارية بريطانيا أيضا لها امتدادات استعمارية لكن بريطانيا أقل الآن بكثير من فرنسا فما لا يجب أن نخلطه بين أمرين بين الموقف وأيضا مرة أخرى نكرر نحن اليوم في هذه الأيام نتحدث عن حرب روسية أوكرانية بدأتها روسيا أمتد تداعياتها أسبابها لماذا وجدتها هذا الحرب هذا كله تحليل ونقاش وممكن حدثوا فيه لكن الواقع هو أن حربا روسية بدأت لدى بلد آخر ولذلك وجدنا الصين اللي هي تعتبر أكبر حليف وأقرب حليف للروس قالوا نحن مع سيادة الدول ونحن مع وقف هذه الحرب لماذا تقول الصين هذا الكلام لأن تعرف الصين لو أن هذا الكلام لا يقال فهذه فوضى عالمية أي بلد يتسبب للبلد الآخر بجاره إذا كان أصغر منه ولا ضعف منه يتسبب له أي سبب ويدخل عليه آه رك كنت رايح تدير هذه رك تجيب هذه رك عملت هذه ولذلك في القانون الدولي هو احترام سيادة الدول وبالمناسبة الدول الضعيفة والصغيرة هي المستفيدة أكثر من أي إن كان من هذا المبدأ مبدأ سيادة الدول يعني الصين تدافع عليه برغم أنها ثاني أقوى اقتصاد في العالم وثالث أقوى جيش في العالم مع أنه يجب نحن أن ندافع على هذا لأننا دول ضعيفة بسيطة يعني يعني ما كاش واش دولنا للأسف يعني تحكمنا عصابات أضعف الدولنا تماما يعني بعض إخواني قالوا ماذا تقرأ هذه الأيام وأيضا أريد أن ألفت انتباه آخرين حتى الذين لم يسألونني عن كتب قد يستفيدون منها في هذه لفهمها ما يحدث في هذه الحرب من بين الكتب التي إما عدت الإطلاع عليها وكتقرتها من قبل وعدت الإطلاع عليها هذه الأيام وأنا أطلع له هذه الأيام أو أقرأها من هذه الأيام الجديد مثل هذا الكتاب هذا تاريخ مختصر لروسيا منذ عهد الباغانز أو منذ إلى بوتين منذ الباغانز يعني منذ الذين كانوا لا يؤمنون أو عندهم تعدد الآلهة إلى آخره وهو كتاب من الحجم المتوسط أيضا من بين الكتب التي قرأها هذه الأيام كنت قرأته من قبل لم أكمله لكن كنت قرأت منه أجزاء لا بس بها وهو هذا الكتاب والكتاب اسمه كاتبته كاترين بيلتون هذا الكتاب اللي كاتبه هو مارك غاليوتي يبدو أنه إيطالي في الأصل وهذه كاترين بيلتون وهذه الكتاب اسمه بوتينز بيبل بوتين رجل الشعب إذا شئنا يعني أو ابن الشعب أو شعب بوتين حسب ما تترجم ممكن شعب بوتين يعني كيف استطاعت الكي جي بي المخابرات هذا اسم مخابرات سوفيتية أنا اسمها الـ FSB لكن كيف هما المشهور عند الغرب هو الكي جي بي مثل ما كان عندنا احنا زمان مشهور لعسام لسكرتي ميليتار قبل أن تستبدل بالسيئة الذكر ديراس هما أيضا الروس لما سقط الاتحاد السوفيتي بدلوا اسم الكي جي بي وسموها الـ FSB لكن الغربيين لما يثيروا تاريخ يرجعوا إلى كلمة الكي جي بي لأن هذه اللي يعرفوها من قبل أكثر وهي اللي كان في معلوكة كبيرة هي امتحاد السوفيتي فهو هنا تقول كيف استولى استولت المخابرات على روسيا مجددا ثم باستلاءها على البلاد تواجه الغرب وهو كتاب بالغ الأهمية لفهم قوتين على كيف وصل على من يعتمد دور المخابرات الروسية دور الأوليغارك أو الأوليغارشيا وأشياء أخرى بالغة الأهمية هناك أيضا هذا الكتاب وهو كتاب يعني سفر في قلب روسيا الأرض والشعب تقريبا هكذا A Journey of the Heart To the Heart of Land and Its People سفر إلى قلب الأرض وشعبها وهو كتاب جوناتين دنبلي دنبلي بي واسمه راشخ روسيا وأيضا بالانجليزية وهذا كتاب وهذا الحقيقة هذا قرأته قبل عدة سنوات وهو مذكرات لكن جعت له هذه الأيام وهو مذكرات آخر رئيس الاتحاد السوفيتي غورباتشاف وغورباتشاف هذا مذكرات مهمة للغاية ليفهم حتى الأحداث الراهنة لأن من بين الأشياء اللي خلت بوتين يخذ هذه الحرب هو أنه اعتبر ويعتبر أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان أعظم كارثة ألمت بالأمة الروسية ولكن هنا نفهم في هذه المذكرة لماذا نهار الاتحاد السوفيتي ما هي أسباب الانهيار بالمناسبة في أشياء كثيرة شبيهة بالعصابة التي تحكمنا إن شاء الله تنهار العصابة وما تنهارش البلاد لكن هنا آخر رئيس الاتحاد السوفيتي يروي تفاصيل التفاصيل ولماذا في النهاية الطريق إلى الانهيار في تطورات أساسية اليوم خلينا نشوف نطلع على بعضها فقط لا أريد أن نذهب إلى كلها وإلا تذهب من الوقت طويلا لكن اليوم العاشر الحرب هنا ملخص بوتين يعلق على محاولة الملخص شفتم من موقع بوتين يعلق على محاولة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وواشنطن وحلفاء يضعون خطط في حال سقوط زيلينسكي فمثلا وجدنا من بين الأشياء التي نقلت على مسؤول أمريكي هو أن الآن حاملات طائرات خاصة ترومان وهذه حاملة طائرات من أكبر حاملات الطائرات الأمريكية تتجه إلى بحر إيجا وتحسب للتصعيد حسب ما نقلت سيانين على مسؤول أمريكي إضافة أيضا سيانين تنقل من أن دوريات جوية الآن في البحر الأسود حول البحر الأسود الآن تقوم خصومة وتنافس كبير جدا لأن الأتراك استعملوا اتفاقية مونتر لـ 1936 والاتفاقية هذه تقريبا تحد من تحركات البوارج الحربية في وقت الحرب والأتراك يستخدموها الآن كوارقة ضغط على الروس وعلى الغربيين في نفس الوقت الأتراك يعتقدون أن لديهم خصومات مع الروس ولديهم خصومات مع الغرب بالرغم أنهم ثاني جيش في الحلف الأطلسي وأنهم عمليا بلد أطلسي إلا أن خصومات تركيا مع دول الحلف الأطلسي كثيرة جدا وهي قريبة من الخصومات مع روسيا طبعا تركيا تتعاون في أشياء مع الغرب وتتخاصم معه في أشياء أخرى ونفس الشيء مع الروس ويعتبر الروس الآن بعد مخطيط الأتراك بعض منظرهم يقولون أن هذه الحرب قد تفيد تركيا بحيث تخفف من الضغط الغربي عليها خاصة في قضية الغاز في شرق المتوسط في قضية قبرص واليونان والضغوطات التي عليها في قضية الخصومة الفرنسية التي كانت تبحث على حرب أو على الأقل توطر مع الأتراك في قضايا كثيرة جدا في قضية ما يعرف بالمجازر الأرمن التي استخدمتها الدول الغربية أيضا للضغط على تركيا بعض المنظرين الأتراك يعتقدون من أن هذه الحرب ستخفف إذا استعملت تركيا ذكاء في تعاملها ستخفف من الضغط الغربي لأن الغرب يحتاجها يحتاجها في مواجهة روسيا خاصة أن الغرب لا يدخل في حرب مباشرة مع روسيا إنما يدخل في حرب اقتصادية وفي تضييق استراتيجي وفي دخول إلى البحار وإلى الأجواء وتركيا في موقع استراتيجي بالغ الأهمية فهي بين أوروبا وآسيا كما تعرفون ناهيك على أنها تسيطر على مضيقين من المضايق الأهم مهمة جدا وهو مضيق الدردانيل ومضيق البوسفور وهذين المضيقين هم يربطوا ما بين البحر الأسود والبحر المتوسط والبحر الأسود اليوم الحرب تقوم في جوانب البحر الأسود لأن أوكرانيا وروسيا كلاهما محاذية ومشاطئة للبحر الأسود والروس وضعوا بوارج حربية ومن هناك بالبوارج الحربية دخلوا إلى الأراضي الأوكرانية المحاذية البحر الأسود خاصة مدينة أوديسا اللي هما دخلوا جوانبها وأطرافها منذ البارح ما زال ما سيطروا عليها تماما وهي مدينة بالغة الأهمية أيضا استراتيجيا إذن هذا بالنسبة للحاملة الطائرات قد تستخدم بطلب تركي لدعم النيتو إذا سعت روسيا لتشغيل المضيق التركي أيضا تقول سينان وعن واشنطن بوست نقلوا من أنهم يعدون خطة طوارئ لكل احتمال من بينها تشكيل حكومة مؤقتة في بولندا يشكلها زيلنسكي رئيس أوكرانيا يعتقدون من أن الروس لم يبقى لهم إلا ربما ثلاث أيام إلى خمسة أيام إلى دخول كييف رغم المقاومة الشرسة جدا واللي الآن يشاركوا فيها أجانب بالمناسبة ذلك رح نتكلم عليهم أيضا فمن بين البدائل اللي عندهم الآن يعني ينتقل زيلنسكي الرئيس المنتخب في أوكرانيا وكبار وزراء معه إلى بولندا وتشكل حكومة منفى ومن هناك حتى يستطيعون لأنه لماذا هذا مهم بالنسبة للقوى الغربية لأنهم عارفين أن بمجرد أن يصل بوتين إلى كييف سيشكل حكومة موالية له مثل ما فعل مثلاً هتلر في فرنسا عندما وصل هناك باش يقسم البلد يعني باش البلد تمقسم هي في حد ذاتها يعني أوتوماتيكية عندما وصل هتلر في جوان إلى باريس هذا جيش الفرنسي كان يعتبر أكبر جيش في العالم عند ذاك به الحرب العالمية الثانية كان يعد الجيش الفرنسي هو أكبر جيش في العالم حتى أكبر جيش البريطاني والأمريكي إلى آخره لكن نهار هذا الجيش الذي كان يزعمون أنه أكبر جيش في العالم نهار أمام الآلة الحربية الألمانية ودخل هتلر في جوان إلى شونزيليزي وقف حتى أمام توريفيل واخذ صور موجودة تاريخياً هذه الأشياء وشكل حكومة عرفت بحكومة فيشي نسبة إلى المدينة التي تشكل فيها واللي قادها جنرال يسمى الجنرال بيتا والجنرال بيتا هذا كان ماريشال ماريشال بيتا هذا كان منذ عماء وقادة الحرب العالمية الأولى وكان من أكبر العسكريين الفرنسيين تتويجاً بالميداليات إلى آخر إلا أنه كان تجاوز 70 من العمر وقبل أن يتعاون مع النازيين وشكل حكومة فيشي وبحكومة فيشي استطاع الألمان أن يحكموا أجزاء مهمة من فرنسا بحيث أصبحت البوليس الفرنسي وجزء من الجيش الفرنسي العدارة الفرنسية كلها تحت الألمان عن طريق حكومة فيشي وبالتالي خفف هذا الضغط على الألمان من إدارة فرنسا لأن هذا كان سيكلفهم كثيراً هذا بالضبط ما سيقوم به بوتين وهو تشكيل حكومة موالية له وقد تعلن حتى عن نوع من الوحدة مع روسيا كيف يواجه الغربيون هذا الموضوع؟ يواجهونه بأن الحكومة التي كانت شرعية والتي ما زالت لحد الآن يجب أن تبقى أو يبقى وأحياء ولذلك هم عرضوا على زيلنسكي منذ حتى قبل أن تبدأ الحرب 24 ساعة 28 ساعة كانوا قلولوا أن يلجأ إلى دولة غربية أو على الأقل إلى دولة مجاورة من دول الحلف الأطلسي لما تخدرش روسيا تصلها مثل أبولندا مثلاً أو هنغاريا مثلاً فهو رفض والحقيقة أن رفضه خلى المقاومة الأفغانية المقاومة الأوكرانية تكون قوية وقوية جداً أو هكذا على الأقل لحد الآن لأن الدليل ما هو الدليل هو أن بعد عشرة أيام ما زالت كيف لم تسقط لكن الآن بالنسبة للغربيين أهم من ربما أن يبقى زيلنسكي كزعيم يقاتل في أرضه وفي عاصمته يرون من أن من مصلحة أوكرانيا وهي مصلحة غربية أساساً أيضاً أن يخرج هو ووزراءه حتى تكون الحكومة الشرعية الحقيقية خارج أوكرانيا فتكون الحكومة الأخرى التي سيؤسسها بوتين سيعتبر العالم أنها حكومة دمية ولا يعترف بها العالم وبالتالي ينتصرون هنا على الأقل من وجهة نظر أن القرارات التي سيصدرها زيلنسكي سينفذها القوى الغربية أو هما يقترحون عليه القرارات أساساً باعتبار أنه هو رئيس الحكومة الشرعية أيضاً من بين الأشياء هو وصول رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنت إلى موسكو وتحدثوا مع الرئيس الأوكراني رح نتكلم اليوم أيضاً في موضوع إسرائيل إسرائيل كيان إسرائيلي هذا ماذا يربح ماذا يخسر في هذه الحرب وعلاقاته المتشابكة مع الروس وعلاقاته المتشابكة مع الغرب ولذلك واحد من أكثر البلدان طبعاً نحن نقول بلد الكيان يعني هذا لكن من أكثر الحكومات المضطربة في هذه القضية واللي خاسرة في هذه القضية هي الكيان الإسرائيلي على عكس إيران بالمناسبة التي قد تستفيد بشدة من هذه الحرب مثلها مثل أوكران مثلها مثل تركيا وبلدان أخرى من بين الخاسرين الكيبار هم الكيان الإسرائيلي هو نظام مصري والعصابة عندنا أيضاً ورح نتحدث فيها أيضاً بعد قليل إن شاء الله خاصة ما يتعلق بالكيان الإسرائيلي ربما اليوم أيضاً من بين من بين الأخبار أن تركيا والسعودية وإسرائيل وكما قال نائب وزير خارجي الأوكراني من أنهم كلهم يريدون التوسط ويقول أننا في حوار مع بلدان عدة وشركاء بما فيهم الصين لإيجاد سياق لوقف الحرب أيضاً من بين الأخبار قالوا عن مسؤولين أمريكيين بوتين محبط بسبب البداية البطيئة لأنه كان يعتقد أن كييف كانت قد تسقط في أقل من ثلاث أيام هذه لم يكن فقط موقف بوتين ولكن حتى المخابرات الغربية تقريباً كلها قالت أن القضية لن تأخذ أكثر من 48 ساعة إلى 72 ساعة لكن بعد عشرة أيام ما زال الأمر بعيد عن هذا الأمر بالنسبة أيضاً روسيا طلبنا قالت أنهم طلبوا من لاتفيا وإسطونيا وليتوانيا وهذه هي دول البلديق الثلاثة حماية سفاراتنا بعد هجوم ديبلوماسي روسي هجوم على ديبلوماسي روسي في ليتوانيا طبعاً هذه الدول الثلاثة كانت جزء الانتحاد السوفيتي وفي هذه الدول الثلاثة توجد أقليات ناطقة بالروسية أو روس أساساً ما بين 20 إلى 40% حسب البلدان الثلاثة هذه يعني أقليات كبيرة جداً يعني في واحد منهم عنده تقريباً 40% روس أو على الأقر السوفون وعين ناطقينها بالروسية أيضاً في حديث كبير على اللاجئين بدأوا الآن كثير المسؤولين الغربيين يستنكرون قضية أن الأوكران فرقوا ما بين اللاجئين الأوكران واللاجئين غير الأوكران خاصة اللي هما غير البيض خاصة الأفغان والعراقيين والمغاربة والجزائريين والمصريين إلى آخره بدأت الأمور تخف قليلاً لكن ما زال الموضوع ماشي لكن بلومبرغ وهي قناة يعني إمبراطورية علمية هذه اقتصادية أساساً بلومبرغ تقول من أن سعر نفط قد تصل إلى 185 دولار في الحقيقة بعض الجهات تقول قد تصل إلى 200 دولار خاصة إذا تم حضر نفط غازي على البترول والغاز الروسي بالنسبة لبريطانيا قالت أنها تصير رعاية بشدة بمغادرة روسيا وهذا نفس الطلب الأمريكي الأمريكيين البريطانيين الغربيين عموماً يطالبون الآن من مواطنهم الخروج من روسيا ويحذرونهم بشدة من أن البقاءهم هناك قد يكلفهم الكثير وهم يعتقدون أن هناك كوارث قادمة خاصة على الاقتصاد الروسي ومن أن رحلات الطيران تقريباً ستتوقف من روسيا شفنا البارح أن الخطوط الجوية الجزائرية لم تستطيع أن تصل طائرتها إلى موسكو لأن باختصار بسيط غلق الأوروبيين لمجالهم الجوي في اتجاه كنا نظن أنه فقط على الطائرات الروسية يبدو أنه في كل الطائرات حتى المتوجهة إلى روسيا بمعنى أنه سيكون هناك حصار جوي لروسيا عملياً على الأقل لا تكلموش عليه رسمياً لكن يبدو أنهم منفذين عملياً في هذا الوقت أرسلت روسيا طائرة للولايات المتحدة لجلب الدبلوماسيين روس طردتهم أمريكا وكانت روسيا ردت أيضاً وطردت عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين وفيه تواصل وحديث ما بين أمريكا والصين وما يمكن الصين الدور التي يمكن أن تقوم به طبعاً من بين اللي رحين يخسروا في هذه الحربة أو على الأقل يخسروا في مجالات ويربحوا في مجالات هي الصين تخسر خاصة في قضية الطاقة قد تربح في أنها تصبح هي المتعامل الرئيسي مع الروس لكن هذا أيضاً ليس أكيد فقد الأمريكيين قد يهددونهم بفرض عقوبات إذا ما تعاملوا مع روسيا وهذا في حد ذاته سيكون مشكلة أخرى قد تند لعبة بين الصين والدول الغربية إذا وضعنا بعض هذه التطورات طبعاً هذا فقط جزء من هذه التطورات وليس كل ما حدث قبل أن أذهب إلى موضوع الإسرائيلي وموضوع ربما مرة أخرى اليمين المتطرف ولو إجمالاً دعونا نقرأ لكم رأي روسي رأي روسي حول ما يشري في ألمانيا هناك مواضيع متعددة ومتعددة جداً خلونا قبل أن نروح إلى موضوع الرأي الروسي وهو رأي مهم سنستمع إلى رأي من روسيا اليوم من موقع روسيا اليوم لبالمناسبة اليوتيوب بريطانيا أوقفت ظهور أوقفت روسيا اليوم روسيا توداي وكانت عندها هنا مقر كبير هنا أنا كنت عندما يستضيفوني قبل ثلاث سنوات قبل سنتين توقفت أني نروح عندهم في الحقيقة ما همش مهنيين نهائياً هذه روسيا اليوم لكن قبل اندلاع الحراك كانوا يستضيفوني كثيراً يعني قبل أن يعرفوا بأن الأمور قد تتغير في الجزائر لما شافوا تغير الأوضاع في الجزائر أصبح تعاملهم سخيف فرفضت من أن أتعامل معهم ولكن كان عندهم مبنى مهم في قلب العاصمة البريطانية مش بعيد على البرلمان البريطاني فقط في حدود كيلومتر أو كيلومتر ونص البرلمان البريطاني وكان عندهم إيطاج كامل في عمارة كبيرة تضم أهم القنوات العالمية غلقوا لهم البريطانيين هنا وأيضاً في تضييق شديد بما فيها أن قنوات أو يوتيوب لا يظهر هنا اليوتيوب تعالوسيا اليوم لا يظهر للساكنين في بريطانيا أعتقد أن هذا الأمر في كثير من الدول الغربية الآن والسريت جورنال وهذا جورنال أو صحيفة اقتصادية أمريكية مهمة جداً يعني الناس اللي في العمل الاقتصادي والتجاري والمال العالمي إذا ما تقراش الول سريت جورنال والفاينانشل تايمز فأنت لا تعرف ما يجري في عالم المال والأعمال والاقتصاد كما يسمى ما تقول الول سريت جورنال من أن تقول أن المواطنين الروس باتوا يشعرون بالعقوبات الغربية التي جاءت بسبب غزو بلادهم لأوكرانيا لسيما مع حضر مجال جوي لدول غربية أمام طائرات روسية وقالت أن 36 دولة غربية قد فعلت ذلك وأن أصبح على الروس ليريدون المغادرة يجدون صعوبة شديدة وقالت من أن كثيرين خسروا لأنهم لا يستطيعون أن يرادرون روسيا فكانوا اللي كان عندهم شراءوا تذاكر اللي كان عندهم فنادق شراءوا دارو دي ريزيرفاسيون في فنادق اللي كان أشياء كثيرة فقدوها لأنه أيضا البطاقات التأمين انتاحهم لا يقدروا حتى يسترجعوا فلوسهم لأن بطاقات التأمين انتاحهم الآن ممنوعة لما منع السويفت فكثير من البنوك الروسية لم تعد ممكن أن تتعامل مع الخارج وبالتالي الحديث على أن مئات الألاف من المواطن الروس خسروا أموال انتاح خاصة تحل الزيارات وتحل السفر وانتاح اللي يرحل للدراسة لي رحل للطب لي رحل السياحة إلى التجارة إلى آخره قالوا أن مئات الألاف من المواطن الروس خسروا أموال لهم لأنهم حتى هذه الأموال لا يسترجعونها إضافة إلى خسرة عمالهم وربما دراستهم إلى آخره كما أنه في حديث على أن حتى نتفليكس نتفليكس هذا طبعاً اللي عايشين في الغرب يعرفوا هذا نتفليكس وهو مقدم لبرامج تلفزيونية عن طريق الاشتراك تقريباً الآن هو من بين الأهم إذا لم يكن أهم مقدم طبعاً كان أمازون أيضاً كان نتفليكس كان آخرين لكن نتفليكس ربما هو الأشهر في العالم يقولون من أنهم الروس لم يعود بإمكانهم أيضاً لممش ديرين اشتراك سابق سنة أو أكثر اشتراكات الجديدة غير ممكنة لأن بطاقتهم لا تعمل وبالتالي هناك خسارة أيضاً حتى لمعاملات ولو كان في مشاهدة فيلم أو في مشاهدة وثائقي حديث أيضاً من أن طبعاً هذه معلومات يستطيع الإنسان يتأكد منها يعني مش وواحد مثل وولد ستريت جورنل الإنسان يأخذهم بحذر في قضية الأوبينين يعني في قضية الرأي والتحليل لكن في قضية المعطيات المعلومات هي في الغالب دقيقة يعني في الغالب فيقولون أيضاً من أن بالنسبة للبيوت في روسيا الآن الفائدة على المورقج يعني بدأ يصل إلى 20% وهذا سيخرج مئات الألاف ربما لين الروس من القدرة على شراء بيت كما أن هناك مشكلة لأن روسيا تشتري 55% من الأدوية انتاحها من الخارج فهناك خاصة من دول غربية أصبح هناك مشكلة أيضاً وقالوا أن فيه ندرة للأدوية قلوا أعود إحنا رأينا بلا حرب رأينا ندرة للأدوية لما عندنا لا عقبة سويفت ولا حرب ولا مجال جوي مغلق ورأي عندنا مش بركة ندرة في أشياء كثيرة جداً خاصة للأدوية وما دعوا الآن ثاني يقولون أن بدأت ندرة للأدوية تظهر وصرح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قائلاً أن الاقتصاد الروسي تعرض لضربة قوية لكنه أضاف أننا ما زلنا صامدين سؤال إلى متى سيصمد الاقتصاد الروسي خاصة ونحن نعرف أنه اقتصاد ريعي أي أنه يعتمد أساساً على بيع المواد الأولية بيترول غاز ومعادن مع بعض المواد الزراعية الأخرى خاصة مثل القمح والصوية لكن فيما يتعلق بالموارد الطبيعية فهو اقتصاد ريعي والاقتصاديات الريعية كثيراً ما تتأثر إذا ما كانت هناك عقوبات شديدة خلينا نشوفوا شوفوا موضوع إسرائيل قبل أن نذهب إلى موضوع رأي روسي وكيف ينظرون إلى هذا ما يحدث أيضاً بالنسبة لإسرائيل لديهم مشاكل حقيقية كيان الإسرائيلي هذا لديه مشاكل بكلمة عني كلمة مشكلة عميقة ولماذا؟ لأن بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لكيان الإسرائيلي هذا لهو اليوم رأي يقودوا واحد تحالف يسموه بنت لبيت بنت هذا يمين صهيوني والآخر يسار صهيوني هذا لبيت وزير الخارجية وبنته هو رئيس الوزراء وهي حكومة يعني مش عارف عنده ممكن أغلبية اثنين أو ثلاثة فقط يعني الكنيس الإسرائيلي مشكل من 120 اللي عنده ليجيب أكثر من 60 نائب 60 زايد واحد هو اللي يشكل الحكومة وطر الكيان الإسرائيلي هذا أن أجرأ أربع انتخابات يعني في ظرف السنوات الثلاثة الماضية أو سنتين ونص أجروا أربع انتخابات لماذا؟ لأن الإسرائيلي المناخبين مشتتين على مجموعة من الأحزاب في تعدده يعني خاصة حوالي ستة أحزاب طبعا العرب هناك اللي يسموهم عرب إسرائيل اللي هم الفلسطينيين حقيقيين عندهم تقريبا تقريبا يجيبوا دائما في حدود ما بين 10 و 20 مقعد أحيانا وصلوا حتى 20 مقعد هذا عددهم لأنه هما خبس السكان فعندما يتفقون هناك الأحزاب هذه اللي تسمى الأحزاب العربية في إسرائيل يوصلوا حتى العشرين ويصبح هما تقريبا الكنج ميكر يعني يعني لعبو دور كبير 20 مقعد يقدر يأثر بشكل رهيب وإن كان هو أيضا مقسم على مجموعة أحزاب تبقى المئة مقعد آخر اللي هو أنت إسرائيليين يهود هناك هذو كسموهم عرب إسرائيل وهذو كسموهم يهود إسرائيل يعني المئة هؤلاء مقسمين على عدد كبير من الأحزاب خاصة خمس أحزاب هذا الخمس أحزاب في الغالب واحد يدي 25 واحد يدي 20 واحد يدي 18 واحد يدي 12 إلى آخره فما قدرينش وهما أمم لأن الكائل الإسرائيلي هذا مشكل من شتات عالمي يعني فيه يعني فيه اليهود العرب خاصة المغاربة ولكن أيضا العراقيين اليمنيين كي يمنحط من أصول جزائرية اللي رحوا مع نهاية الاستعمار خاصة توانسا السوريين هذا يسموهم تقريبا اليهود كي ينحساب اليهود العرب أو من أصول عربية هما يهود لكن أصول عربية بمعنى أنهم كانوا يقوموا في هذه الدول وهناك اليهود الغربيين اللي هما مسيطرين يعني اللي هما أسوا القلب الصهيونية اللي هما لكن دخل عليهم أيضا اليهود الروس ومن الدول اللي كانت دول تابع التحاد السوفيتي خاصة الروس لكن أيضا يهود أوكران يهود بولنديين يهود مجاريين إلى آخره هؤلاء اليهود كرقم تقريبي تقريبا اللي جاءوا من اتحاد السوفيتي أو من الدول الشرقية سابقة لما نهار اتحاد السوفيتي راحوا إلى ما يسمى بإسرائيل هؤلاء تقريبا يشكلون ربع يهود إسرائيل وهؤلاء أصبح دورهم رئيسي جدا وأساسي جدا حتى يقولون أن اللي جاءوا من روسيا فقط كانوا مليون وربما بلدان الأخرى تحطهم في حدود 200 ألف أو 300 ألف فاليهود الروس عندهم دور أساسي في صناعة القرار السياسي الآن ولديهم أحزاب كان واحد منهم معروف لبرمان مجرم كبير كان وزير خارجية ثم وزير دفاع إلى آخره قبل ما يكون هذا كان حارس ملها ليلي في روسيا قبل أن ينهار الاتحاد السوبيتي لكن عندما وصل إلى الكيان الإسرائيلي وأسس حزب إلى آخره أصبح وصل إلى وزير خارجية وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بدون أن أتعمق كثير في الموضوع نحاول نقتصر شوية الكيان الإسرائيلي عنده علاقات وطيدة جدا مع الروس سوى مع الأوكران إلى درجة أن الرئيس الأوكراني هذا يهودي زيلنسكي وهناك أيضا عشرات الألاف من اليهود مازالوا مقيمين في أوكرانيا أيضا هناك يعتقد أن هناك مازال مئات من الألاف من اليهود الروس بعض يقول أقل بعض يقول مئات ربما 300 ألف 500 ألف أقل شوية إلى آخره وكايل اللي حامل الجنسي روسي إسرائيلي أوكراني إسرائيلي إلى آخره بالنسبة للكايل الإسرائيلي وسعوا هما بكري يقولوا أن اليهودي هو فقط لأمه يهودية اليهودي هو فقط لأمه يهودية بابا يهودي موش يهودي جده يهودي إلا إذا كان خرج من بطن امرأة يهودي هذا هو اليهودي تعريف هذا تعريف الديني تعريف سياسي وسعوه قالوا أن اليهودي هو أيضا لمن والد يهودي أو جد يهودي أو جدت يهودية فهذا أيضا يهودي ولذلك توسعوا في جلب آخرين اللي من ناحية العقادية الدينية البحتة هم مش يهود يعني كان رجال دين في إسرائيل يعتبرون أن هناك مئات الآلاف اللي يراهم الآن في إسرائيل ويعتبرهم يهود يقولوا هم هذون مش يهود يقولوا أنهم سياسيا هم يهود لكن دينيا هذا مش يهود لأن أمهم موش يهودية الإشكال بالنسبة لإسرائيل في هذه الحرب هي أنه عندها علاقات متميزة مع البلدين وكانت جيدة جدا مع البلدين شفنا بوتين في حائط المبكى يبكي هناك ووضع القولنسوة هذه اليهودية شفنا أيضا زيلنسكي نفس الشيء إذا زيلنسكي كان دعاء يهود العالم أن يساعدوهم مع العدوان الروسي لكن إسرائيل لم تتحمس لهذه الدعوة بل أنها كانت جاية طائرة من أوكران لاجئين إلى إسرائيل ردوا الطائرة ما قبلوهاش كانوا في حالة تيهان لم يعرفوا ما هو الموقف الأصح في قبل دخول إلى الجمعية العامة كانوا على أساس أنهم سيذهبون حتى إلى الحياد لكن الغربيين ضغطوا عليهم بشدة مثل ما ضغطوا على الإماراتيين بشيغيروا وأدانوا في قرار من الجمعية العامة أدانوا الموقف الروسي كانوا بين دول 141 لأدانة الموقف الروسي لكن لماذا هذا الحرج ولماذا هذا القلق لمجموعة أسباب سبب الأول أن كثير من هذا الأولوغارك الروس هم يهود أو على الأقل محسوبين أنهم يهود وعطينهم جنسية إسرائيلية وأن العقوبات عليهم تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي يعني هذا أوليغارك مثلاً مقيم هنا في بريطانيا أو مقيم في نيويورك أو مقيم في سويسرا أو مقيم في ألمانيا وتصدر عقوبات كما أصدرت هنا بريطانيا وبدأت العقوبات تصدر ضد الأوليغارك ضد الأوليغارشيا ضد هذه الأغنية جداً إذا حبسوه جمدوله أمواله الغربيين فأكيد أنه لن يستطيع مثلاً هو دائر مصنع في إسرائيل دائر شركة عندك فريق كورت قدم أو كورت سلة أو عنده إن شاء الله أي حاجة تفكروا فيها تكنولوجيا خاصة داخلين في التكنولوجيا الرقمية والسيبرانية إلى آخره فهذا يعني يوقف تمويل وعندما يوقف تمويل يوقف الأعمال في إسرائيل فتؤثر على اقتصاد بينما إسرائيل تعتمد جداً على هذه الأموال المهربة بلدان أخرى مثل دولة المسخ الإمارات لكن الإمارات طبعاً أكثر لأنه يجوها من كل مكان بينما إسرائيل يجوها أساساً لهم معتبرين يهود أو عندهم معطاهم جنسية إسرائيلية هذا مشكل بالنسبة إليهم وهذا سيؤثر على الاقتصاد هناك نقطة أخرى أيضاً هو أن العلاقات جيدة مع النظامين إذا مشوا مع هذا إذا مشوا مع الروس يغضبوا الأوكران ويغضبوا خاصة الغرب وإذا مشوا مع الأوكران يغضبوا الروس وهم لا يستطيعون يغضب الروس لموضوع آخر لماذا؟ لأن إسرائيل كعير الإسرائيلي يقوم بقصف سوريا شبه يومياً ومرت في اليوم مرتين أكثر من ألف غارة جوية في هذه ثمان تسع سنوات غارة جوية إسرائيلية أكثر يعني في فترات الأولى كانت متباعدة الآن تقريباً بشكل شبه يومي وهذه الغارات الإسرائيلية علماً ماهيش في الغالب ماهيش على جنود سوريين ولا على معدات سورية هم يقصفون الإيرانيين ويقصفون حزب الله لقاتل في سوريا تعرفوا أن هناك عشرات الألاف من العناصر حزب الله وهناك أيضاً عشرات الألاف ربما أكثر من عناصر إيرانية إضافة إلى ميليشيات شيعية أخرى دخلت الحرب في سوريا إلى جانب بشار الأسد فكانت روسيا اللي هي مسيطرة على الأجواء السورية عندها الـ S-400 وعندها الطائرات آخر طراز روسي وعندها دبابات وعندها دفاع جوي وعندها أشياء كثيرة جداً لا تسمح لأي دولة في العالم أن تقصف في سوريا في المناطق اللي تسيطر عليها روسيا اللي هي تقريباً 70% من التراب السوري أوكي كان مناطق مسيطرة عليها الأمريكان جزئياً كان اللي مسيطرة عليها الأتراك والمعارضة وبعض المناطق فيها الغربيين عموماً بريطانيا أمريكا فرنسا ألمانيا هذا ما تروح لهمش لكن 70% خاصة دمشق اللاذقية يعني خاصة المدن المحيطة أو المشاطئة البحر المتوسط ضف إلى مدن العاصمة ومجاورها هذه تحت السيطرة الروسية فماذا تقوم إسرائيل في اتفاق ما بين الكائن الإسرائيلي وما بين بوتين بأنه يقصف متى شاء والروس وش يديروا لما يعطوهم الإشارة الإسرائيلي بأنهم سيقصفون يطفوا المضادات الجوية خاصة الاس 400 يطفوه لأن الاس 400 يسقط أي طائرة إسرائيلية تدخل الأجواء يطفوه طبعاً هذا غضب الإيرانيين غضب شديد جداً 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 وكانوا في البداية يعتقدون من أن الروس ربما يسمحون مرة اثنين خمسة خمسين مئة لكن لقوهم سمحي لهم طول الوقت وهذه بين الخصومات كانت خصومات صامتة ما بين الإيرانيين والروس لكن كانت تحدثت عليها كثير من تقارير يقولون لماذا تسمحون لإسرائيل بقصفنا ونحن حلفائكم هنا ونحن نقاتل في الإرهابيين في الجماعات الإرهابية السنية إلى آخر إلى آخر الروس بالنسبة إليهم أنهم لا يستطيعون منع إسرائيل من فعل ذلك لأن وجودهم أصلا في سوريا كان مشروط قوى الغربية اللي سمحت بعض الناس ما يظنوا هذا مش صحيح لا قوى الغربية سمحت سمحت لما طلبوا الروس أنهم سيدخلون إلى سوريا طبعا سوريا بعيدة على روسيا وتمر على أجواء متعددة وبجنبها إسرائيل ليحميها الغرب فكان لازم أن يأخذوا موافقة غربية وإسرائيلية وإلا كان الإسرائيليين يستطيعون للطائرات الروسية وهي جاية يقدروا يضربوها في السماء وهذا كان يدير مشكل كبير ما بين الروس والإسرائيليين على سبيل المثال والغربيين عموما فالاتفاق كان بأنهم يدخلون لسوريا يقتلون شعب السوري جماعات السنة ما كاش مشكل لكن بشرط أن تعمل إسرائيل في الأجواء السورية بحرية هذا كما قلت أحدث أشكال ولذلك الإيرانيين في هذا الموقف هنا نفتح قوس فقط المرة اللي فاتتكلمت فيه ربما لا توسعتش فيه لكن رح تحدث فيه الآن بسرعة أيضا الإيرانيين نددوا اعترضوا على الأقل نقول اعترضوا على حرب بوتين وسموها يجب أن تتوقف هذه الحرب وقالوا أنه مع سيادة الدول بل أن واحد مثل الرئيس الأسبق أحمد نرجالي هذا كان حكم من 2005 أو 2006 إلى 2010 تقريبا كتب يقول أنه يحيي المقاومة الأوكرانية الشريفة والشرسة وهي تواجه هذا العدوان هذا رئيس أسبق إيراني ورئيس الإيراني الحالي قال ما معناه من أنهم مع احترام سيادة الدول وأنهم يرفضون الحروب كذلك قال الولي الفقه علي خامنائي ما معناه أننا لسنا مع هذه الحرب وأنه يجب احترام سيادة الدول إذن صحيح طبعا هما ينتقدون أمريكا وقال لي لكن لم يقولوا هذا فقط أمريكا طبعا إيران عندها منذ أن قامت الثورة الإيرانية في 79 إلى الآن يعني ثلاث أربع خطاباتها وكتاباتها هي ضد الشيطان الأكبر أمريكا والغرب فهذا هذا يعني هذا تحصيل حاصل ولذلك ما توقفش عنده المرة اللي فاتت توقفت فقط على شيء جديد وشيء حتى مفاجئ وهو أنهم انتقدوا هذه الحرب تلميحا أحيانا وتصريحا أحيانا أخرى لماذا الإيرانيين انتقدوا الروس من بين أهم الأسباب أهم الأسباب هو غضبهم من سماح الروس للإسرائيليين بقصفهم في سوريا قتل آلاف الإيرانيين وعناصر من حزب الله أو ميليشيات شعية آلاف تكلموا على ثلاثة ربعة تقريبا معدل القصف حسب المتابعين دقيقين خبراء يقولوا أن في معدل القصف يموتوا خمسة إيرانيين أو من ميليشيات شعية ولأنها تجاوزت ألف غارة فإذا أخذينا أكثر ألف فقط مع خمسة هي خمسة ألف فالحقيقة يقولوا أن الرقم أكثر من ذلك بكثير ناهيك على تدمير أسلحة دبابات شيئا كثيرة للإيرانيين ولحزب الله ومرات أيضا يضربوا النظام مرات يضربوا النظام لكن النظام في الغالب يضربوه وين يكون مختلط مع الإيرانيين أو مع الميليشيات الشعية فالإيرانيين يعتبرون أن هذا الوضع سيتغير لماذا سيتغير لأن إسرائيل لا تملك إلا أن تأخذ الموقف الغربي وإذا أخذت الموقف الغربي فإن الروس يكون في حل من الاتفاق لديرنه معهم واللي هو منذر بإيران وبالتالي فإيران أرسلت رسالة الروس باعتراضها على الحرب وفي نفس الوقت تعرف أن الأوضاع ستتغير لأن إسرائيل حتما في النهاية لن تستطيع أن تخرج على التحالف الغربي حد الآن يحاولون أو هذا بينت لما وصل اليوم لموسكو يحاول إيقاف الحرب وإقناع فوتين من أن هذه الحرب تضركم وتضرنا نحن أيضا لأن بالنسبة للإستابليشمنت الحاكمة في إسرائيل ترى أن الخطر الأكبر عليها الآن في الوقت الراه خلاص سأكمل اسماته البارح بن سعود هذا المجرم أبو منشار محمد بن سلمان يقول أن ما عندناش مشاكل مع إسرائيل وإسرائيل قد تكون حليف في المستقبل وهي بالفعل هي على أبواب أن تصبح حليف يعني السعودية قضية أشهر على قصة تقدير وستعترف بإسرائيل كما فعلت الإمارات والبحرين والمغرب والأردن ومصر من قبل وعمان إلى آخره إذن إسرائيل إسرائيل بالنسبة إليها الآن هو المشكل الأكبر هو الملف النووي الإيراني والملف النووي الإيراني على أبواب يجد له حل وإسرائيل غاضبة من هذا الحل لأنها تعتقد أن الدول الغربية ستسمح في النهاية ستعطل ولكنها ستسمح في النهاية لإيران بأن يكون لها سلاح نووي ولو أمبريونير ولو جنيني ولو في البدايات والأخطر من ذلك أنهم سترفع العقوبات على إيران بما سيعطيها مئات المليارات من الدولارات سواء من الأموال المجمدة في الغرب أو من البترول والغاز الإيراني الذي سيدخل الأسواق وتعرف أن الغرب قد يكون متحمس لاتفاق الآن مع إيران ليس فقط لأنه يريد أن ينهي قضية النووي الإيراني ولكن أيضا لأن إذا توقف الغاز الروسي والبترول الروسي وهذا متحتمل جدا فإن إيران تستطيع أن تغطي 30 إلى 40% من الاحتياجات التي كانت تغطيها روسيا روسيا الآن تبيع 10 مليون برميل لو أخذنا البترول مثلا إيران تستطيع أن تبيع من 3 إلى 4 مليون برميل وهذا يخفف من الضغط على الأسعار لأن ما لا يريده بايدن ولا القوى الغربية ولا حتى الصين هو أن يصل سال البترول إلى 200 دولار أو 250 دولار سال برميل سيكون مدمر الاقتصاديات أو على الأقل مذر جدا بالاقتصاديات العالمية خاصة الغربية والصينية إذن فإيران تشوف بالليل الآن هذه الحرب بالرغم أنها آدنتها تلميحا أنها قد تفتح وتسرع بإيجاد اتفاق نووي مع الغربيين وأيضا يسمح لها ذلك بدخول الأموال المجمدة وببيع وبرفع العقوبات بما فيها بيع البترول والغاز وأمور أخرى وأيضا يضع إسرائيل في حرش إسرائيل ما زالت تهدد بقصف إيران إذا تم الاتفاق لكنها لن تستطيع أن تقوم بقصف إيران وهناك أزمة عالمية مثل هذه حرب كبيرة جدا في أوروبا فإذن تجد إسرائيل نفسها أو الكائن الإسرائيلي هذا يجد نفسه في وضع حساس جدا ونمسا تحرك كما يقول مثلا عندنا لذلك هم يعتقدون أنهم ربما يقنعون بوتين ولذلك ذهب هذا رئيس الوزراء إلى موسكو هذا طبعا لن يكون إذا بقيت إسرائيل أنا اعتقادي أن ذهابوا لموسكو هو فقط لما يعود يبدوا يصبحوا أقرب إلى الموقف الغربي لأن إسرائيل تاريخيا تقليديا تمشي مع الغرب الغرب هو اللي أسسها هو اللي أنشأها هو اللي يدعمها هو اللي دالها السيرون بدون التعم الغربي التأمين الغربي تخويف الغربي لجيرانها زمان الآن رحم كلهم تحت الرونجيرس كانت إسرائيل ما تقدرش تستمر خاصة مع التناقضات الموجودة في المجتمع الإسرائيلي والخلافات ما بين المتدينين وما بين غير المتدينين وما بين اللي جاءوا من دول شرقية وما بين الإسرائيليين دول غربية واللي جاءوا من أثيوبيا واللي جاءوا من بلدان عربية صراعات ما عندهاش حدود حتى أنهم يعتقدون كثير من الخبراء يعتقدون أن إسرائيل اللي دمرها لن يكون حرب خارجية وإنما حرب أهلية ستقع فيها ستنهيها يعني بعض الخبراء إسرائيليين يعتقدون ذلك أيضا هذا بالنسبة لإسرائيل اللي هي مستورد كبير للبيترول مشكلة صحيح هي الآن تبيع الغاز قد تستفيد من ذلك لكن تشتري بيترول كثير ثم أيضا لخايفين منه أن الأتراك والإيراني وكلاهما عندهم مع خصومات مع إيران مفتوحة ومعلنة ومع الأتراك أحيانا تبانح ما تبانش وحتى بناتهم تعاون دبلوماسي أو علاقات دبلوماسية لكن بناتهم خصومات معروفة لكن يعتقدون أن أكبر المستفيدين سيكونون الأتراك والإيرانيين وإلى حد ما الصينيين يستفيدون في جوانب ويخسرون جوانب أخرى هذا إجمالا مش حاب ندخل في كثير من التفاصيل لكن خلونا نقرأ لكم جزء مما كتبته نيويورك تايمز وتعرفوها نيويورك تايمز هي واحدة ربما من أشهر جرائد العالم إلى ما هي الأشهر وهي جريدة أمريكية نيويورك تايمز إسرائيل حليفة أمريكا وصديقة يهود أوكرانيا ولا تريد إغضاب بوتي يعني حطت العنوان بأنها إسرائيل حليفة لأمريكا هذا معروف صديقة اليهود أوكرانيا بما فيهم الرئيس ليحكم ولا تريد إغضاب بوتين تقول هذه الجريدة في ما جاء فيها في أول مارس قبل الخمسة أيام الحرب في أوكرانيا تجبر إسرائيل على موازنة حرجة بهذا العنوان استهلت صحيفة نيويورك تايمز تقرير أعده باتريك كينغزلي وإيزابيل كريشنر ورونين بيرجمان قالوا فيه إن إسرائيل حليف مهم للولايات المتحدة وعلى علاقة جيدة بالرئيس الأوكراني اليهودي بلودومير زيلنسكي ولكنها تخشى إغضاب روسيا وذكر التقرير أنه في اليوم الذي هاجمت فيه روسيا أوكرانيا لم ينبس رئيس الوزراء نفطالي بنت ببنت شفا وأن كل ما قاله أنه يصلي من أجل السلام هو من المتدينين الصهاين ودعا إلى حوار ووعد بدعم المواطنين الأكران لكنه لم يشير إلى تورد موسكو فضلا عن إدانتها وترك عن إدانتها وترك الأمر كما خطط مسبقا لوزير الخارجية يائير لبيد بانتقاد موسكو في بيان منفصل لذلك لماذا لبيد؟ لبيد هذا من اليهود الليبيراليين غير المتدينين عندهم شوية أكثر لبيرالية يعني في موقفهم يضيف تقرير من أن إسرائيل طبعا شريك مهم للولايات المتحدة ولديها أيضا صلاة ثقافية طويلة مع أوكرانيا التي ظلت لعدة أشهر عمل في السماع الوحيد الدولة الوحيدة غير إسرائيل برئيس وزراء يهودي وبحسب أيضا هذا التقرير تظل روسيا عنصرا فاعلا مهم في الشرق الأوسط لا سيمة في سوريا ويقومون بشرح ما كنت شرحته من قبل خاصة دورهم في تحييد الإيرانيين وحزب الله في سوريا وضربهم بشكل رئيسي خلاصة هي تصل إلى أنها أن إسرائيل تواجه تحدي صعب يحتم عليها احترام توازن القوى في علاقاتها بين الأطراف المتصارعة حتى لا تتضرر المصالح السياسية والديبلوماسية والأمنية جراء أي خطوة غير محسوبة بدقة كما أنها لا ترغف أن تكون طرف في أي نزاع حتى الآن على الأقل ما يحتم عليه السير برفق فوق خط دقيق يفصل ما بين مسند طرفين بحذر والحفاظ على مستويات مقبولة من العلاقات والخطوط المفتوحة مع الطرف الآخر ربما أريد أن أيضاً في الموضوع الإسرائيلي أيضاً قبل أن نضي إلى الموضوع الجزائري وإضافة إلى الأشياء التي سبق ونتحدثت عليها هناك موضوع آخر وهو وإن كنت تحدثت عليه مبدأ العقوبات هما خايفين الآن الإسرائيلي حتى في بيانهم لإيدانة الإسرائيل اللي قام به الزر الخارجية من بعد بعد ما كانوا لبضعة عدة أيام بدون موقف صريح خرجوا وقال أنه يدين هذا يدين هذه الحرب باعتبارها مساس بالنظام الدولي مراقبين قالوا أنه كالم مفروض يقول أنها مساس بالقانون الدولي لماذا ما استعملش كلمة قانون استعمل كلمة نظام لأنه باختصار بسيط إسرائيل كالإسرائيلي هذا هو أكبر مخترق للقوانين الدولية هناك عشرات القرارات تعمجلس الأمن عشرات القرارات خاصة تعمجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات أخرى من عدة أجهزة عالمية من بين الحكومات مثل محكمات للهائية الدولية مثل منظمات غير حكومية يرفضها الكائن الإسرائيلي وهي كلها تصب في حقوق الشعب الفلسطيني فما استعملوش كلمة اختراق للقانون الدولي استعملوا كلمة اختراق للنظام الدولي وفي ذلك يحاولوا يهربوا وعلى ذكر الموقف هذا خلوني نقول لكم شوفوا سمعوا لهذا الرجل سمعوا هذا الرجل واسموا ريتشارد بويت وهو برلماني إيرلندي سمعوا شي قول سمعوا ترجمة نانسي قنقر 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 الدعم الرئيسي لماذا اليمين المتطرف يرى في بوتين زعيم قبل هذه الحرب بعضهم مازال لكن قبل هذه الحرب لماذا يعتقدون من أن بوتين يعني في الخلاصة في الاختصار أن بوتين ما تعاملش بطرق ديمقراطية حق الإنسان ومع الشيشان راح لجروزني سحقها سحق قتل منها عشرات الألاف تعالى المسلمين واختصبوا عشرات الألاف تعالى النساء واحتلوا البلاد تماما وأنهوها تماما أي واحد فيه رحة انت وطنية شيشانية يريد استقلال الشيشان مسحوهم الأرض وحطوا دولة حكومة عميلة يقول هذا قذيروف الناس يقولوا عليه قذيروف هو اسمه الحقيقي قذيروف لكن من شدة قذارته يسموه قذيروف وبالمناسبة راه بعث 12 ألف شيشاني يقاتل أوكران في روسيا يقاتل مع الروس في أوكرانيا وتسمع مرات حتى صيحات الله أكبر إذن بالنسبة لليمين المتطرف ما فعله بوتين في الشيشان ثم ما فعله في سوريا هو الحل الحقيقي لهؤلاء المسلمين ولا للآخر عموما يعني اليمين المتطرف هو ضد الآخر مش فقط ضد المسلم هو ضد الآخر لكن الإسلاموفوبيا هي الأكثر أكثر حضور لكن هم يكرهون الهندي يكرهون السيخي ويكرهون الصيني ويكرهون خاصة إذا كان لاجئنا أو مهاجرا لكن الآن كاين يمين متطرف يقاتل مع الأوكران والحقيقة أن دعنا نشوفوها الآن بل نوريها لكم كنت باش نوري لكم البارح لكن ما كفناش وهي الكتيبة النازية الكتيبة النازية حقيقة موجودة لما بوتين يتكلم على أن هناك نازيين موجودين نازيين في هذه الحرب لكن هو الاستثناء مش هو الأصل خلينا نشوفوا مقاطع من هذه نعم هذا أجانب هذا أجانب الآن مع السيينين يلتحقون بأوكرانيا لكي يقاتلوا في أوكرانيا أو خلينا نسمعوا قليل منهم ماشي يقولون خلل في الفيديو ماشي يحبي يفتح للأسف مفتحش الفيديو وهاهو هنا إن شاء الله بالك من بعد نزلوه للغد ونورو لكم المقطع هذا مهم أم نزيين جدد مهمة الأطراف ومتقاطعات الخطوط إنها شارة وولف سينجل التي استخدمتها فرق نازية في الحرب العالمية الثانية ينفون ذلك ويقولون أن شعارهم يعني ن اي ناشونال اي دي أي فكرة وطنية فمن هي كتيبة آزوف في الحرس الوطني الأوكراني يلقبهم بوتين بالنازيين الجدد ويرى أنهم جزء من حكومة أوكرانيا وتوجهاتها هذا صحيح يعني ما يقوله بوتين صحيح لكن هو يبالغ يقول أن كل الحكومة الأوكرانية نازيين إلى آخر ليس صحيح عندهم كتيبة كتيبة آزوف هذه هي النازية المشكلة المشكلة أن النازيين حتى قبل السبع اليمين المتطرف عموما بما فيه النازيين بما فيه الفاشيين بما فيه كل أنواع اليمين المتطرف بما فيه ترامب ترامب وجدنا الآن في الولايات المتحدة اليمين أيضا متطرف ينقسم لكان يقود ترامب لأن ترامب مجد بوتين كثيرا بل حتى اعتبر أن هذه الحرب أن بوتين هي ضربة معلم كما يقولوا يعني ويضربها دار حاجة بامتياز ترامب معروف بجنور العظم هو الآخر بالنرجسية كبيرة قال لكم كنت أنا الرئيس ما كان يجرأ بوتين أن يفعل هذا ولكن إذا فعلها فهذا أمر جيد فحتى قبل أيام وقبل أسابيع كان اليمين إجمال اليمين المتطرف يرى في بوتين ذلك الحاسم ذلك الذي يقتل المسلمين ذلك الذي يقتل الخصوم لا يعترف بهذه الديمقراطية التي تضعف الدولة لأنهم يعتبرون أن الديمقراطية تضعف الدولة وتضعف الخصائص الوطنية وتأتي بالأجانب وتأتي بالتعدد الثقافي واللغوي والميليتكالتيراليزم إلى آخره إلى آخره وبالتالي اليمين المتطرف يعادل آخر يعادل لمهوش أوروبي تماما يعادل لمهوش غربي فكانوا يروا في بوتين أنه الزعيم الغربي الزعيم الأوروبي الوحيد الذي يستطيع أن يفعل هذا فعله في الشيشة ونفشعلها في سوريا وممكن يفعلها ويجي هنين من هؤلاء لكن الآن مع هذه هذا الأدوان على أوكرانيا انقسموا فكاين الذي يرهم الآن يحاربوا مع الأوكران بالمناسبة أوكرانيا أنشأت وكانت صارت ضجة أمس أول أمس في بعض العواصم بما فيها في الجزائر عندما قامت السفارة الأوكرانية بنشر بنشر وثائق تطالب فيها أنه من يريد أن ينظم للكتيبة الدولية للفرقة الدولية فليأتي ما فيها في كل بلدان العالم كيف بعض البلدان غضبوا عليها في الجزائر غضبوا في هذه أرى أن النظام كان محقا عصابة عننا كانت محقة بإضافة الحال لا يسمحون لهم كيف نسمحون تأتي للجزائر تجوت جند جزائريين أو في المغرب أو في تونس أو في مصر أو في أي بلد آخر فيش دولة تسمى روحها دولة أو حتى نظام حتى أو هو نظام متافه يقبل بهذا الوضع وبالفعل احتجوا أعتقد احتجت العصابة بشكل أو بآخر عند السفرة الأوكرانية في الجزائر إذن هم يجمعوا الآن في الأجانب والمناسبة يعطوا لهم ما بين ألف كالنوعين اللي يروحوا يتوظفوا مباشرة في هذه الفرقة الدولية الأوكراني قالوا أننا سندفع لهم مثل ما ندفع لجنود تانا اللي هو في حدوث 3500 دولار للشهر بدرهم الجزائر يعني قول تقريبا 60 مليون تقريبا 60 مليون بدرهم السوق في الشهر لكن الأخطر من ذلك هو المرتزقة والمرتزقة هذو صنفين كين مرتزقة يذهبوا لوحدهم يسجلوا عند السفارات الأوكرانية ويذهبوا كمرتزقة مش في الفرقة الدولية إنما كمرتزقة واللي مروا خاصة على الإزاجونس على مراكز الشركات الأمنية يدو ما بين 1000 إلى 3000 دولار في اليوم الواحد في اليوم الواحد يعني هذا المرتزقة فيه نضموا بعض اللي كانوا اللي في فرنسا نضموا بعض الإنجليز نضموا مقاتلين قدما من أمريكا من كندا من بريطانيا الآن يحاولوا حتى مع بعض الشباب المسلمين هنا إلى آخر لكي يخذوهم يقاتلوا حتى من عند المعارضة السورية خذوا مجموعة وبوتين خذوا من بشار سقطت طائرة كان يقودها طيار سوري أعتقد أمس أو أول أمس لحسب ما شفت الصور إذن دخول الآن أصناف متعددة إلى أوكرانيا لقتال الروس الروس وجابوا جابوا المسلمين الشيشان والمسلمين من بلدان أخرى من أبخازيا من كين عدة جمهورية مسلمة داخل روسيا وتسمع الآن صيحات الله أكبر باش رحوا يقتلوا الأوكران فاختلطت يعني يعني خليط لم يكن أحد يتوقع قبل أسابيع لكن الأكيد هو أن هناك مرتزقة الآن من الجانبين من الجانب الروسي ومن الجانب الأوكراني من جانب الروسي تعرفوا أن أكبر شركة تحدثنا لعدة مرات في الموضوع الجزائري وهي شركة فاغنر شركة فاغنر ليقودها طباخ وهو ضابط مخابرات كي جي بي سابق زميل لبوتين وهو الطباخ نتاعه هو الذي يقود هذه الكتيبة وهي في الحقيقة آلاف العناصر فيها فرقة كبيرة يعني فاغنر لما بحثت في الموضوع من هو فاغنر ماذا تتوقعون من هو فاغنر وهنا ممكن أترككم بعد تبحثوا في الانترنت لمن يريد أن يبحث أكثر فاغنر هذا مسمين عليه هذه الكتيبة اليمينية المتطرفة داخل روسيا والذي أنشأها بوتين حاربت في سوريا في ليبيا في السودان في جنوب في وسط إفريقيا في الآن موجودين في مالي موجودين في زمباوي لكن السؤال هو من هو فاغنر لماذا تسمى فاغنر تسمى فاغنر تيمنا بواحد اسمه ريتشارد فاغنر ريتشارد فاغنر هذا كان موسيقي ألماني يعتبر أحد آباء الموسيقى الحديثة وكان يقود سيمفونيا أوبيرا يعني مبدع جدا في الموسيقى حتى أنه هو يكتب ويلح الموسيقى هو اللي لحنها ولي يكتب الليريك أو يكتب يعني لما تكون كلمات أو وأيضا يكتب مقالات وعنده رأي عاش في القرن التاسع عشر في إداية من 1813 أعتقد إلى 1883 عاش حوالي سبعين سنة هذا فاغنر كان هيتلر في بداياته كان متأثر جدا جدا به ويقول أن هيتلر يعتبر أعظم موسيقى كان يستمع إليها هي موسيقى انتع فاغنر هذا وحتى قلدوه وميت لكن قلدوه كثير من الجوائز النازية واعتبروا أن الموسيقى انتعه هي موسيقى في حد ذاتها ترفع من الشعور الوطني وخاصة أنه كانت عنده كتابات معادية اليهود كتب مثلا مقال اشتهر به يسموه Jewishness Jewishness in Music بالإنجليزية الترجمة أي اليهودية أو التهويد في الموسيقى وفيها أدان وجود اليهود في الموسيقى الألمانية واعتبر أنه من معادل السامية وعظموه وقدسوه النازيين وعلى رأسهم هتلر إذن البوتين اللي هو يتهم الآخرين بالنازية في أوكرانيا ويريد كما قال أي النحي النازيين هو في الحقيقة أن أكبر كتيبة إجرامية موجودة على المستوى الدولي وتاب عليه تحمل اسم أحد الشخصيات التي كانوا يقدسوها النازيين وعلى رأسهم هتلر هذه أساسية بش نفهم أن فيه بروباقاندا متبادلة بروباقاندا الغرب وبرباقاندا الروس بروباقاندا متبادل لكن هذه في حد ذاته تستطيعون أن تبحثوا فيه اسمه ريتشارد فاغنر بالمناسبة حتى فاغنر وكان قدسوه النازيين نحن نتكلم فيما بعد أن النازيين قاموا بقتل ملايين من الناس لأنهم كانوا بسبب دينهم اليهودية وهذا منطقا مرفوضا أو عقلا مرفوضا ما تشوفوش الآن العدوان الصهيوني على الفلسطينيين تقولوا آه نو كاين بعض يقول لك هتلر حسنا فعل لا لا ما فعله هتلر كان جريمة عظمى ضد ناس مدنيين وكانوا مواطنين في ألمانيا وكاين طبعا تفسيرات من أن اليهود ضربوا الاقتصاد الألماني وامسكوا بالمال وأن هذه كلها تفسيرات وقد تكون منها صحيحة لكن مما لا شك فيه هو أن هتلر قام بقتل الملايين منهم ومشهمة فقط قتل الملايين منهم من اللي سموهم جيبسي من أصناف أخرى كثيرة فلا يعقل أن بوتين ليزعم أن حرب النازية يكون في الحقيقة رمزهم الرئيسي في الكتيبة الأولى عندهم الدولية فاغنر يكون هو رمز قدسه النازيون المسيحيون كنت أريد أيضا أن أعرض على الموضوع الجزائري وبعض الملفات لكن نتركها اللايغ القادم لنشوف لأن وصلنا إلى ساعة ونص وأيضا أريد أن إن شاء الله في اللايغ القادم خصوا على الأقل فلث إلى نصف اللايغ للموضوع الموضوع متاعنا ونحن طبعا الموضوعنا هو الأصل هو الأساس لكن هذه الحرب ستغير الموازين على المستوى العالمي سيخلق من وراءها كيف ما كانت نهايتها كيف ما كانت نهايتها العالم لن يكون مثل ما كان من قبل بعد هذا العدوان الروسي على أوكرانيا اللي هو الروسي برروه بالضغط والتمدد على الحلف الأطلسي وهذا أيضا صحيح حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته